الاتفاق في تقييم اتفاق الرياض وذلك امر طبيقي ما بقي الخلاف غير متعلق بالثوابت فالاتفاقات ايا كان نوعها ينقسم الناس حيالها بين مؤيد ومعارض وما بين الفريقين فريق ينتظر ما سيفسر عنه الاداء على الارض ليفسر عن رأيه النقاشات المتعلقة باتفاق الرياض تناولته احيانا جملة واحدة وبقراءة عامة فيما جرى تناوله في احيان اخرى بطريق تفصيلية تقف عند البنود وفي القراءتين يلقي المنظور التخصوصي بظلاله على النتائج التي يتوصل اليها كل فريق وعلى سبيل المثال توقف قانونيون امام الفاظ من قبيل الالتزام بالمرجعيات والذي يفترض ان يصدر عن الطرفين الموقعين لا عن التحالف وفيما كتب اخرون عن مصطلح التشاور باعتباره انتقاصا من السيادة كتب المحامي محمد المسوري عن المصطلح ذاته باعتباره تشاورا يمنيا يمنيا الحقوقيون وفي مسار مشابه من وحي تخصصهم تتباين قراءاتهم ايضا ووفقا لقراءة عامة تسأل كثير من الحقوقيين عن موقع السجون السرية والمخفيين من الاتفاق الموقع رغم ان الواقع يؤكد بحسب منظمة سامي الحقوقية ان قضيتهم كانت سببا رئيسا لتصاعد الاحداث وكان مفترضا ان تكون بندا رئيسا في سطور الاتفاق والنقطة ذاتها شدد عليها بيان امهات المختطفين نقطة رأى البعض ان تغريدة السياسي محمد جميح جاءت في سياقها وان دمسار مغاير ووفقا لتغريدة جميح فان اي اتفاق سياسي لا يسقط القضايا الحقوقية وباطلالة عامة تتجاوز التفاصيل يؤكد المستشار والخبير القانوني محمد ناجي علاو ان الاتفاق يؤكد على شرعية مؤسسة الدولة ويحفظ كيانها معتبرا ان الضرورة تقتضي التوافق والاتفاق حيث لا منتصر في الحرب الاهلية معكدا ان الاتفاق مترابط ولا يمكن اجتزاؤه او تجاوز ما ورد في ملحقته وفيما يستمر الجدل وتطول التناولات لتطال الاتفاق بندا بندا يبقى المؤكد انه لن ينهي الجدل حول سطور الاتفاق الا اداء يسطر نجاحا على الارض نجاح عنوانه دولة واحدة بقيادة موحدة وعلم وحيد ومساره امن وتنمية واستقرار وطن ومنطقة